خطأ منذ ظهور الفاشية هذا ما وصفت فيه صحيفة الجارديان قرار الاتحاد الاوروبي رفع الحضر عن توريد السلاح للارهابيين في سوريا محاولة جديدة لافشال المؤتمر الدولي المزمع عقده في جينيف لبحث سبل حل الازمة في سوريا سياسيا الاتحاد الاوروبي المنقسم على نفسه بشأن الازمة قرر رفع الحضر عن توريد السلاح للارهابيين في سوريا مع الابقاء على العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري وذلك بضغط فرنسي بريطاني ومعارضة كل من النمسا وتشيك والمانيا صحيفة الجارديان نشرت مقالا لبول اوين وصفت فيه قرار الاتحاد الاوروبي بانه افضح خطأ منذ ظهور الفاشية وقالت الصحيفة انه لا توجد فكرة اكثر اسارة للفزاع من تقديم السلاح للارهابيين في سوريا وهو ما تسعى اليه الحكومة البريطانية من جهة ثانية نقلت صحيفة الكوريير النمساوية عن وزير الدفاع النمساوي جيراد كلوغ امتعاضه الشديد من موقفين فرنسا وبريطانيا وعدم تمكن النمسا من اقناعهم بخطورة توريد السلاح للعصابات الارهابية واشار كلوغ الى ان الدعاء لندن بعدم توريد السلاح حتى شهر ااب لا يعني ان العصابات الارهابية في سوريا لا تتلقى السلاح الان اما نائب رئيس اللجنة الخارجية في البرلمان الاوروبي فيوريلو بروفيرا فقد حذر من ان ارسال المزيد من السلاح الى سوريا لن يحقق السلام وهو ما اكدته كل من روسيا وسوريا من ان هذه الخطوة تهدف لوضع العراقيل والعقبات امام المؤتمر الدولي المرتقب اذا كل جهة تلملم اوراقها ولكن مراقبين يرون ان ورقة الميدان تبقى هي الحكم الفصل